المواد القانونية للصف الثاني وزي ما احنا عارفين المواد القانونية للصف الثاني أربع مواد مادة القانون المدني، مادة قانون المرفعات، مادة قانون العقوبات، مادة القانون التجاري وبإذن الله النهاردة احنا نبتدي مع بعض مادة القانون التجاري مادة القانون التجاري كلها بتتكلم في الترمي الأولاني عن الأوراية التجارية وأشكالها ومدام احنا اتكلمنا عن الاوراية التجارية يبقى لازم نعرف ايه هي الاوراية التجارية طيب الاوراية التجارية هي عبارة من اسمها عن ورقة ورقة بس شكلها حدده قانون فعشان كده بقولي تعريف ازاي هي عبارة عن سكوك مكتوبة وفقا لقواعد شكلية حيحددها قانون او العرف التجاري طيب الورقة التجارية بتضمن ايه او موضحها ايه الورقة التجارية دي بديلة للنقود عشان كده هقول تتضمن الالتزام بدفع مبلغ نقدي طيب لازم التجار يكونوا قابلين الورقة دي وقابلين التعامل بيها عشان تكون بديلة للنقود يبقى هقول ويقبلها العرف التجاري بديلا عن النقود اخر حاجة هنقول ان هي تقبل التداول بالطرق التجارية يبقى احنا كده عرفنا التعريف طب تعالوا نطلع الخصائص هنطلحها منين خصائص اي تعريف هتلحها من تعريف نفسه طب تعالوا نمشي مع بعض في التعريف كده اول حاجة قلنا خصائص الاوراق التجارية الاوراق التجارية عبارة عن سكوك مكتوبة تاني خاصية موضوع الورقة التجارية يمثل مبلغا من النقود تالت خاصية الاوراق التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية مثل التزهير او المولة رابح حاجة الاوراق التجارية بما ان التجار بيستخدموها في تجارتهم والتجارة بتعتمد على السرعة فلازم الاوراق التجارية تكون في اجل قصير اخر خصية عندي كبول العرف للاوراق التجارية كاداة للوفاء يعني بديلة للفلوس لو احنا لاحظنا ان الخصائص كلها طلعناها من التعريف طيب وظيف الاوراق التجارية ايه اول وظيفة للاوراق التجارية اداة لتنفيذ عقد الصرف تاني حاجة بما انها وسيلة للوفاء يبقى اداة وفاء وبما ان الاوراق التجارية لها اجل فعشان كده تبقى اداة اقتمان طب ايه يا الاوراق التجارية اللي حددها قانون التجارة الجديد اول حاجة كنبيالة تاني حاجة السند الازني او الامر تالت حاجة الشيك والنهاردة بإذن الله احنا هندرس مع بعض الكنبيالة ودي كده صور الكنبيالة السلد الإذني أو الأمر الشيك طيب نبتدي مع بعض الكنبيالة وهنعرف الكنبيالة بنفس التعريف اللي عرفناه لأوراق التجارية تعالوا نمشي مع بعض كده في تعريف الكنبيالة أول حاجة الكنبيالة هي ورقة تجارية فهنقول هي سق محرر وفقا لشكل معين أو جبه قانون نفس بداية تعريف الأوراق التجارية طيب الورقة دي عبارة عن إيه شخص اسمه الساحب بيوقع الكنبيالة للمستفيد يقول له روح اسرف المسحوب عليه مبلغ من النقود في أجل معين يبقى هنقول هي سق محرر وفقا لشكل معين أو جبه قانون يتضمن أمر غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو بمجرد الإطلاع طيب الكنبيالة لها ثلاث علاقات احنا قلنا أول علاقة بين الساحب والمسحوب عليه الساحب دوت شخص ليه عند المسحوب عليه فلوس يعني هو دائل للمسحوب عليه تاني علاقة ما بين الساحب والمستفيد الساحب مدين للمستفيد تالت علاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه ما بين المستفيد آسف والمسحوب عليه المستفيد ما بتنشأش العلاقة ما بينه بالمسحوب عليه إلا لو المسحوب عليه وقع لكبول يعني أنا الساحب كتب لي كيمبيالة قال لي صرفها من فلان فهروح للشخص ده أقول له الساحب ده لي عندك فلوس لو كتب لي أنه وقب لي كيمبيالة وليه عنده فلوس معنى كده أن العلاقة هنا نشأت وبقى المسخوب عليه مدين ليا هنا ده شكل بيوضح شكل التلات أشخاص اللي في كيمبيالة هنبص الله أول واحد افترضنا أن الساحب اسمه محمد بالنسبة لأحمد المستفيد هو مدين لحمد طب بالنسبة محمد الساحب للمسحوب عليه محمود هو دائن طب بالنسبة للمسحوب عليه والمستفيد المسحوب عليه بيبقى مدين للمستفيد في حالة واحدة لو المسحوب عليه وقع كيمبيالة بالكبول طب تعالوا نشوف كيمبيالة دي بتتعامل إزاي شكلها إيه ومين اللي بيعملوها مدام بقولك إنشاء كيمبيالة أو إنشاء ورقة تجارية يبقى فيه عندي أشخاص فيه عندي محل كيمبيالة فيه عندي السبب اللي اتعملت عشانه كيمبيالة وعندي شروط شكلية لشكل الورقة أول حاجة هناخدها الشروط الموضوعية اللي هي متعلقة بشخص بأشخاص كيمبيالة لازم يكون فيه رضا ما بينهم ما ينفعش يكون حد ماضي كيمبيالة غصبا عنه لازم يكون الأشخاص أو الشخص اللي وقع كيمبيالة عنده أهلية والأهلية زي ما احنا خدناها السنة الفات في سنة أولى اللي بلغ 21 عاماً وما عندهش عارض من عوارض الأهلية أو مانع من موانع الأهلية يصلح لكل التصرفات القانونية إنما اللي عنده 18 سنة ولم يتم الـ 21 ما بيقدرش يتاجر إلى لو حصل على إذن منين من المحكمة إنما القاصر اللي أقل من 18 سنة ده يقدر يحتاج ببطلان كيمبيالة قدام أي حد طيب تعالوا ناخد الشروط الشكلية بقى شكل الورقة إيه؟ أنا عندي شكل الورقة لازم القانون حددهايلي بحاجات معينة لازم تكتب فيها أول حاجة إن الورقة التجارية لازم تكتب ثاني حاجة إن الورقة التجارية لازم يكتب فيها مكان إنشاء كيمبيالة تاريخ إنشاء كيمبيالة مبلغ كيمبيالة وهنا مبلغ كيمبيالة بيكتب مرتين مرة بالحروف ومر بالأرقام ليه؟ لأننا لو الأرقام اختلفت عن الحروف القانون أوجب أن احنا ناخد بالحروف لأنها أضك طيب تالت حاجة معادل استحقاك أنا عندي كنبيالة بتستحق إزاي؟ أو بصرفها إمتى؟ عندي كنبيالة بصرفها بمجرد الإطلاع بمجرد ما روح للمسحوب عليه أقول له عايز أصرف كنبيالة فبيصرفها لي في كنبيالة بتتصرف بعد مدة من الإطلاع يعني بعد ما روح للمسحوب عليه مثلا أنا كتبت لك كنبيالة قلت لك روح تصرفها من المسحوب عليه بعد شهر من الإطلاع فمجرد ما المسحوب عليه شوفها أبتدى أحسب الشهر طيب في كنبيالة مستحقة في تاريخ معين ودي ما فيهاش مشكلة لأن أنا بقول لك تصرفها في تاريخ كذا فأنت بتروح تصرفها في التاريخ ده طيب في كنبيالة مستحقة بعد مدة من تاريخ الإصدار يعني وأنا بكتب لك كنبيالة النهاردة مثلا سيء عشرة أكتوبر بعمل إيه بقول بعد مثلا شهر من النهاردة تصرف كنبيالة يبقى أنا ببتدى أحسب من تاريخ عشرة أكتوبر اللي أنا قلت دوت شهر وابتدى أصرف كنبيالة طيب لازم أكتب في كنبيالة اسم المستفيد طيب لو ما كتبتش اسم المستفيد بقت كنبيالة لحامله أي حد مع الورقة التجارية كنبيالة يقدر يصرفها طيب بيان الأمر أو الإذن وعشان الورقة التجارية تبقى ورقة تجارية لازم نكتب فيها بيان الأمر أو الإذن ادفعوا لأمر كذا زي ما شفنا الصور من شوية طيب مكان الوفاء أنا هصرف منين هروح هصرف فين توقيع الساحب ينفع حد عمل كنبيالة ما يوقعش عليها يبقى مش ملتزم بيها يبقى لازم توقيع الساحب وده بيان ضروري جدا أنه يكتب من غيره الكنبيالة ما تبقاش كنبيالة وتبقى بطلة كلمة كنبيالة الكنبيالة القانون أوجبني أن أنا أكتب كلمة كنبيالة على صق كنبيالة لو ما كتبتش بتبقى مش كمش ورعة تجارية وبتخضع للقواعد العامة اسم المسحوب عليه أنا هصرف من مين لازم أكتب اسم المسحوب عليه وعنوانه طيب إيه اللي يحصل لو بيان من البيانات الإلزامية اللي احنا قلناها دي ما كنتش ما كتبنهاش أول حاجة لو ما كتبناش معادل استحقاب ما كتبناش الكنبيالة هتصرف إمتى يبقى الكنبيالة هتصرف بمجرد الاطلاع بمجرد مروح للمسحوب عليه هصرف الكنبيالة يبقى لو معادل استحقاب مش مكتوب هعمل إيه هصرفها بمجرد اطلاع المسحوب عليه عليها طيب لو مكان الوفاء مش موجود المكان اللي هصرف منه مش موجود مش أنا هصرف من المسحوب عليه يبقى أنا هروح لعنوان مين المسحوب عليه يبقى لو مكان الوفاء مش موجود هعود عنه بعنوان المسحوب عليه طيب لو مكان الوفاء مش موجود المكان اللي اتعملت فيه كمبيالة مش كاتبه الساحب دلوقتي هو المديون بالكمبيالة وهو اللي كتبها لي يبقى اكيد كتبها فين؟ في عنوانه في محل اقامته يبقى بعوض عن مكان الانشاء بمحل اقامة الساحب طيب في شروط القانون قال لنا ان احنا ممكن نحطها في كمبيالة اختياري زي مثلا شرط عدم الكبول الساحب مثلا بيقول للمستفيد انا هكتب لك شرط ان انت ما تروحش للمسحوب عليه قبل معادل استحقاق عشان توقع كمبيالة طب ليه الساحب بيعمل كده؟ الساحب بيكون لسه محطش الفلوس عند المسحوب عليه فلو راح المستفيد قبل معادل استحقاق وملاقاش الفلوس هيبتدي يعمل ايه؟ يشتكي الساحب فيقوم الساحب كاتب شرط عدم الكبول عشان يمنع المستفيد ان يروح للمسحوب عليه قبل معادل استحقاق طيب شرط عدم الضمان شرط عدم الضمان الساحب بيكتبه عشان يقول ان انا ما بضمنش الوفاء بالكنبيالة بس شرط ان يثبت الساحب ان مقابل الوفاء موجود عند المسحوب عليه يعني لو الساحب ما ثبتش ان مقابل الوفاء موجود عند المسحوب عليه الشرط ده يعتبر باطل طب شرط الرجوع بلا مصاريف المستفيد لو راح للمسحوب عليه عشان يصرف الكنبيالة وما لقاش الفلوس بيعمل ايه بيعمل بورتستو عدم الدفع يعني بيعمل ورقة بيعلم فيها المساحب ان المرك مرضاش يصر في الكنبيالة وبعد كده يبتدي يشتكي مين الساحب والمظاهرين طب لو كتبنا الشرط ده في الكنبيالة المستفيد مش هيعمل البرتستو خالص هيروح على طول ملقاش الفلوس وامتنع المسحوب عليه هيبتدي يشتكي الساحب والمظاهرين على الكنبيالة طب شرط يختار المسحوب عليه الساحب عشان بيخاف ان الكنبيالة تسرق وتسصرف من شخص ملوش حق فيها فبيقول المسحوب عليه بيكتب ان المسحوب عليه ما يصرفش كمبيالة لأي حد الا بعد ما الساحب يختره بعد ما الساحب يبلغه ان يصرفها طيب ضمانات الوفاء بالكنبيال ايه اللي يضمن ان الكنبيالة تسصرف اول حاجة مقابل الوفاء الفلوس اللي محطوطة عند المسحوب عليه المفروض ان الساحب يكون لفلوس عند المسحوب عليه نتيجة علاقة ملهاش علاقة بالكنبيالة تماما يبقى مقابل الوفاء هو ايه هو الدين النجدي الذي يكون للساحب طرف المسحوب عليه نتيجة علاقات خارجة عن الكنبيالة وصابقة عليها طيب شرط موجود مقابل الوفاء اين تقول ان مقابل الوفاء موجود اول حاجة ان مقابل الوفاء اللي عند المسحوب عليه يكون عبارة عن نقوط ما يكونش اي حاجة غير نقوط تاني حاجة ان يكون موجود في معادة الاستحقاق يعني لازم مقابل الوفاء يكون موجود في معادة الصرف اللي انا هصرفه طيب تالت شرط ان يكون محقق الوجود ومستحق الاداء بمعنى ممكن الساحب يكون لي عند المسحوب عليه فلوس بس محجوز عليها هل معنى كده ان مقابل الوفاء موجود لا ما يعتبرش موجود لان المفروض لما المستفيد يروح للمسحوب عليه يلاقي فلوس ينفع يصرفها مش يلاقي فلوس محجوز عليها طيب ان يكون مقابل الوفاء مساوي على الاقل لتمن الكنبيالة طيب هنا اخذ بالك معايا كويس جدا طيب انا معايا كمبيالة ب10.000 جنيه وروح تصرفها من المسحوب عليه لقيت هناك 5000 جنيه بس اصرف الكنبيالة ولا اشتكي بالكنبيالة كلها هنا القانون اكبر الحامل اللي هو المستفيد انه يصرف الجزء اللي موجود ويشتكي بالجزء الباقي يعني ما ينفعش المستفيد يقول انا هشتكي بالكنبيالة كلها لا غصبا عنه يقبل الوفاء الجزئي بالكنبيالة ويشتكي بالجزء الباقي طيب بعد كده طيب نتيجة ان مقابل الوفاء ده بتاع المستفيد الحق اللي هيترتب عليه على مقابل الوفاء ده ايه اول حاجة ان مجرد ما المستفيد متمضيت له كمبيالة وراح للمسحوب عليه ووقع عليها بالكبول بقت الفلوس اللي موجودة عند المسحوب عليه دي بتاعة المستفيد مش بتاعة الساحب يبقى اول حاجة تملك حامل الكنبيالة لمقابل الوفاء تاني حاجة ايه اللي هيحصل نتيجة ان الحامل بقى هو صاحب الفلوس اولا ما ينفعش الساحب يعترض على البنك ان هو ما يصرفش المستفيد تاني حاجة ما ينفعش حد يحجز على الفلوس اللي عند المسحوب عليه من دائني المساحب لان هي دلوقتي بقى بتاعة المستفيد مش بتاعة الساحب تالت حاجة ان المستفيد نفسه لو المسحوب عليه صرف الفلوس دي للساحب من حقه يشتكي المسحوب عليه لان الفلوس هنا اصبحت ملك المستفيد مش ملك للساحب طيب يعني ايه اخر حاجة اللي هي التزاحم على مقابل الوفاء يعني لو عندي مجموعة كمبيالات كل واحد معا كمبيالة وروحنا البنك نصرفها لقينا ما فيش غير تمام كمبيالة واحدة بس انهي كمبيالة لتصرف بنأول بنشوف انهي تاريخ كمبيالة اقدم فيهم وهي اللي بتصرف طيب لو الكمبيالات كلها ليها تاريخ واحد بنشوف الكمبيالة اللي موقع عليها بالكبول وبنصرفها طيب في حالة تالتة لو فيه كمبيالة من الكمبيالات دي كان مخصص ليها مقابل وفاء محدد هي دي اللي بتصرف قبل البقية طيب الكبول انا عملا اقولك المستفيد لما بيروح للمسحوب عليه لازم المسحوب عليه يمضيبه الكبول طب ايه الكبول ده الكبول ده ان المسحوب عليه قول اننا فعلا الساحب ده لي عندي فلوس يقولها ازاي طبعا مدام قولنا لو وراءة تجارية مكتوبة يبقى لازم المسحوب عليه يزبط ده كتابة على ايه عاكم بيالا يعني يتعهد للمستفيد انه هو يصرف له كمبيالا يبقى هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقيمة كمبيالا في معادل استحقاق طيب انا هقدم بقى كمبيالا للكبول هقدمها ازاي عندي المستفيد والمسحوب عليه المستفيد هل المستفيد حر اني يقدم كمبيالا للكبول ولا لا طيب بالنسبة لحرية المستفيد قالك في حالات غصب عن المستفيد انه يقدمها للكبول وفي حالات بيمتنع انه هو يقدمها اصلا للكبول هناخد الاول الحالات التي يجب عليه انه يقدمها للكبول اول حاجة لو كمبيالا كانت مستحقة بعد مدة معينة من الاطلاع زي مثلا لو كتبتلك كمبيالا وقلتلك اصرفها بعد شهر من الاطلاع لازم توديها للمسحوب عليه عشان يكتب الكبول عشان تبتدي تحسب المدة بتاعة كمبيالا تاني شرط لو كمبيالا متضمنة شرط الكبول يعني انا قلتلك شرط انك لازم تروح للمسحوب عليه توقع كمبيالا بالكبول طب ايه الحالات اللي المستفيد ما ينفعش يروح للمسحوب عليه يوقع كمبيالا اول شرط لو كمبيالا مستحقة بمجرد الاطلاع انا مجرد ما اروح للمسحوب عليه يصرفها طب انا عايز اوقعها ليه موقع كده كده يصرفها تاني شرط لو مكتوب في كمبيالا شرط عدم الكبول لو الساحب كاتب لي شرط عدم الكبول اللي قلنا من شوية انه بيمتنع على المستفيد ان يروح للمسحوب عليه يوقع كمبيالا الا في معادة الاستحقاق يصرفها بس طيب بعد كده حريب بقى المسحوب عليه هل المسحوب عليه برحته يوقع الكنبيالة او لا قال لك اه القانون قال المسحوب عليه من حقه يوقع الكنبيالة او لا طيب في حالات المسحوب عليه بيتجبر ان يوقع الكنبيالة حالتين لو العرف التجاري بيقول ان المسحوب عليه لازم يوقع الكنبيالة او لو كان فيه اتفاق بين المسحوب عليه والساحب على توقيع كل الكنبيالات اللي جيله طيب شرط الكبول او شروط الكبول زي اي حاجة شروط موضوعية وشروط شكلية الشروط الموضوعية ان ما ينفعش المسحوب عليه قولي انا قبلت الكنبيالة بس بشرط لا يقبل يا مقبلش لانه مجرد ما بيقبل بقى للمستفيد حق على الفلوس اللي عنده فلازم يكون الكبول باتا غير معلق على شرط طب تاني حاجة ان الكبول ده يكون على مجمول الالتزام الصرفي في الكنبيالة يعني ما ينفعش المسحوب عليه يمضي بالقبول على جزء من الكنبيالة او يعدل الالتزام في الكنبيالة لا بيمضي على كبول الكنبيالة ككل طيب الشروط الشكلية لصحة الكبول الكبول بيكتب فين انا معايا ورقة تجارية كمبيالة ورقة واحدة فبالتالي هيكتب الكبول فين على الكنبيالة نفسها يجب ان يكون الكبول على نفس الصق بتاع الكنبيالة يعني نفس الورقة تاني حاجة ان يكون الصيغة باين فيها انها نية الكبول يعني قبلت تعهدت التزمت ان انا قدر اخرج المعنى ان هو يكون معنى يدل على الكبول تاريخ توقيع بالكبول لازم نوقع بتاريخ الكبول رابح حاجة توقيع المسحوب عليه بالكبول ان المسحوب عليه يوقع لانه هو اللي بيلتزم بعد كده بالكبول فلازم يوقع تحت ان هو قبل الكنبيالة طيب اصار الكبول مجرد ما البنك مضى بالقبول بقى هو المدين اتجاه المستفيد ما بقاش الساحب وبيلتزم بيه وبيلتزم بدفع قيمة الكنبيالة للمستفيد طيب كل الساحب والملتزمين في الكنبيالة بيبقوا ملتزمين بالوفاء وبالكبول طيب لو المسحوب عليه قبل الكنبيالة يبقى هنا سقط التزامهم بضمان الكبول طيب الكبول ده بيدل عليه كمان قلنا بيدل ان فعلا الساحب ليه فلوس عند المسحوب عليه طيب امتناع المسحوب عليه من كبول الكنبيالة لو المسحوب عليه امتنع أنه يقبل الكمبيالة مرضاش يقبلها أنا بعمل إيه بقوه معامل بلوتستو عدم الدفع بقوه بلوتستو عدم الكبول يعني إيه بلوتستو عدم الكبول دي ورقة بعملها في المحضرين اللي تابع لها مكان المسحوب عليه أو مكان الوفاء ببلغ بيها الساحب أن المسحوب عليه مرضاش إيه يقبل الكمبيالة طيب يبقى انا قلت بثبته بمرتسته ايه عدم الكبول وقلنا تعريفه طب اصار عدم الكبول ايه اول حاجة كان المسحوب عليه بيضمن لي الكنبيالة طب لو ما ضمنهاش يبقى انا فقدت الثقة في الكنبيالة وان الساحب ده كان بيدحك علي وما فيش فلوس عند المسحوب عليه تاني حاجة ان انا من حقي ان انا طالب الساحب والمظاهرين قبل معاد الاستحقاق بتمن الكنبيالة لانه هم يعتبروا غشوني ودوني كنبيالة ملهاش رصيد طيب هل ملتزم بالترتيب؟ هل ملتزم ان انا اشتكي الساحب الاول اشتكي المظاهر ده الاول اشتكي المظاهر التاني مش ملتزم بالترتيب ممكن اشتكي اي حد فيهم واخد منه فلوسي وبعد كده هو يشتكي البقين طيب تضامن الموقعين بالوفاء بكمية الكنبيالة اي اشخاص اجتمعوا في كنبيالة واحدة فهم مسؤولين بالتضامن اصاد المستفيد او اصاد حامل الكنبيالة طيب هناخد تداول الكنبيالة اللي احنا قلناها الاول في التعريف قلنا ان الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية طيب هقولها ازاي التداول دوت يعني انا انا مستفيد في كنبيالة يعني ليه فلوس عند مسحوب عليه وحد تاني ليه فلوس عندي فبعمل ايه بزهر هالو يعني بنقل هالو يروح يصرفها بدانيا وده هيبقى اول حاجة عندنا اللي هو التظهير التام او التظهير النقل الملكية طيب نعرف التظهير الاول هو بيان بيكتب فين برضو على ظهر الكنبيالة على نفس الورقة معناه ايه معناه ان انا بتنازل عن الحق السابت في الكنبيالة يعني عن الفلوس الكنبيالة لشخص ثالث اسمه المظاهر اليه وانا بتحول من المستفيد لمظاهر طب تعالوا التظهير التام او النقل الملكية اللي احنا قلناه ده اول نوع من انواع التظهير قلناه التظهير التام او النقل الملكية هو نقل الحق السابت بصق الكنبيالة الى المظاهر اليه طب تعالوا ناخد الشكل ده كده فاكرين الشكل اللي لناه في الأول بتاع الكنبيالة هيزيد عليهم شكل تاني اللي هو السهم ده إن المستفيد مديون لمين للمظاهر إليه فتحول اسمه لمظاهر وتحت بقى اسمه المظاهر إليه طيب زي ما قلنا في الكبول وزي ما قلنا في الكنبيالة فيه الشروط موضوعية والشروط شكلية الشروط الموضوعية إيه أول حاجة التصهير ده لازم اللي ينقل الكنبيالة لحد تاني يكون هو صاحب الكنبيالة يكون هو المستفيد يكون هو الحامل الشرعي للكمبيالة يبقى أن يصدر التصهير من الحامل الشرعي للكمبيالة تاني حاجة إن التصهير يكون على كل المبلغ أنا معي ورقة واحدة هنقلها لحد تاني ينفع أنقله جزء منها ينفع عطى الورقة للصين ما ينفعش فعشان كده لازم التصهير يكون على الكنبيالة ككل طيب ينفع علق التظهير على شرط برضو ما ينفعش لان انا هضطر رد الورقة للمظاهر اليه طيب علقها على شرط ازاي ما ينفعش يبقى لازم التظهير يكون بات غير معلق على شرط طيب الشروط الشكلية زيها زي الكبول وزيها زي الكنبيالة لازم نكتب التظهير على الكنبيالة نفسها لازم نكتب تاريخ التظهير بيان الامر او الازن اسم المظاهر اليه ولو ما كتبناش اسم المظاهر اليه يبقى انا برضو ظهرتها للحامل زي ما فوق قلنا لو ما كتبناش اسم المستفيد بقت الكنبيالة لحاملها يعني اي حد يصرفها طيب التظهير على بياض ده اللي احنا نسألينه دلوقتي ان انا ما كتبش اسم المظاهر اليه واكتب اسم المظاهر بس فالكنبيالة اي حد يقدر ايه يصرفها او لو هي مع واحد ومش مكتوب اسمه يقدر يكتب اسمه ويظهرها لحد تاني طيب الملحوظة دي مهمة جدا التظهير على بياض الحامل يقدر يعمل ايه يقدر اول حاجة يملى البياض ويكتب اسمه او يكتب اسم شخص تاني يقدر يظهر الكنبيالة التاني من جديد على بياض او يسلم الشخص الكنبيالة لشخص تاني بدون ما يكتب اسم طيب ايه النتائج او الاصار اللي هتترطب على التظهير التام او الناقل الملكية اول اثر ان الفلوس او الحق اللي في الكنبيالة هيبقى مش بتاع المستفيد ويبقى بتاع المظاهر اليه فعشان كده هنقول ايه انتقال الحق الصرفي السابت في الكنبيالة الى ملكية المظاهر اليه طيب الاصار التاني التزام المظاهر بضمان الكنبيالة مش انما المستفيد كان كاتب الكنبيالة كاتب له الكنبيالة الساحب كان الساحب هو اللي ضامنه لناقل الصرف طيب لدلوقتي المستفيد كتبها الحد تاني بقى هو كمان ضامن للمظاهر اليه ان الكنبيالة تتصرف مع الساحب طيب الاصار التالت والقعدة دي مهمة جدا قعدة تطهير الدفوع وعايزكوا تركزوا معايا فيها كويس جدا قعدة تطهير الدفوع دي عبارة عن ايه يعني ايه تطهير الدفوع انا عندي الكنبيالة دي المفروض الكنبيالة دي قولنا يكون صحيحة الاتنين راضين عندهم اهلية شكل الورقة سليم طب لو دلوقتي الكنبيالة دي بقى فيها عيد عيد في الشكل او عيد في رضا الاشخاص او حتى الساحب ما وقعهاش وتزور توقيعه هل معنى كده الكنبيالة تصرف قالك لا قالك هنا احيانا في عيوب التظهير بيلغيها وفي عيوب التظهير ما بيقدرش يلغيها طب تعالوا ناخد مع بعض تعريف قاعدة تطهير الدفوع قاعدة تطهير الدفوع ان يتلقى المظهر اليه من المظهر الحق السابت في الكنبيالة خاليا من اي عيد يعني بياخد الكنبيالة الفلوس اللي في الكنبيالة من حق ويصرفها ما فيهاش اي عيد طب تعالوا ناخد نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع انا عايز اكتركز معايا في حالات التظهير بيشيل العيوب اللي في الكنبيالة وفيه حالات ما بيشلهاش هناخد الحالات دي والحالات دي طب اول حالة حالات عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع انت قاعدة تطهير الدفوع ما بتتطبقش يعني انت التظهير ما بيطهرش الكنبيالة او ما بيشيلش العبل في الكنبيالة انا راجل مستفيد جيت مسكت الساحب ضربته او هددته عشان يمضي للكنبيالة وكان معايا واحد صاحبي فمضال الكنبيالة وبعد كده امتنام ظهرها لصاحبي ده اللي هو عارف في وقعة الضرب بتاعت الساحب عشان يقدر يصرف الكنبيالة واقول كده التظهير طهر الكنبيالة هنا لا لان الشخص التاني ده سيء النية هو عارف في الواقع اللي حصلت فعشان كده التظهير هنا ما بيطهرش الدفع ده او ما بيشيلش العب ده تاني حاجة الدفوع الناشاء عن عيب شكلي زي ما احنا قلنا لو مثلا ما كتبتش اسم المسحوب عليه لو ما كتبتش بيان الامر او الازل هنا قلنا الكنبيالة هتتحول من كنبيالة لورقة عادية بتغضع لقواعد العامة ما بتغضعش لقانون الصرف طيب لو انا دلوقتي الساحب ما عارفش اصلا عن الكنبيالة انا جبت ورقة ومضيتها النفسي ومضيت مكان الساحب طيب هنا الساحب يعرف عن الورقة حاجة ما يعرفش فعشان كده التظهير هنا ما بيطهرش التزوير او التوقيع مكان الساحب طيب طيب قلنا نقص الاهلية اللي هو ما تمش 18 سنة ينفع يوقع كنبيالة قلنا ما ينفعش لان اللي بيوقع كنبيالة زي ما قلنا من شوية ايه اللي عنده اهلية 21 سنة وما عندهش عارض او منع مانع الاهلية او اللي عنده 18 سنة وخد اذن من المحكمة بالتجارة طيب طيب العلاقة الشخصية اللي ما بين المدين وحامل الكنبيالة العلاقة ما بين المدين وحامل الكنبيالة هل بيطهرها التزهير برضو ما بيطهرهاش التزهير طيب طيب امت بتطبع بقى انت قلت لنا دلوقتي يا أستاذ ان في حالات ما بتطبعش فيها القاعدة طيب ايه الحالات اللي بتطبع فيها القاعدة قلنا اول حاجة اذا كانت الكنبيالة معمولة لسبب غير مشروع يعني احنا كنا بنلعب امار مع بعض وانا كسب فقلت لك اعمل الكنبيالة بالمبلغ هنا السبب بتاع الكنبيالة غير مشروع فعشان كده هنا ايه الكنبيالة بتبقى بطلة طب لو انا نقلتها بقى الحد تاني الحد ده ما يعرفش العلاقة اللي كانت ما بيننا ما يعرفش ان الكنبيالة دي نتيجة امار نتيجة سبب غير مشروع هنا العيد ده بيتطهر والمظاهر اليه عشان حسن ان هي بيقدر يصرف الكنبيالة ومالوش دعوة بالعلاقة اللي كانت ما بين الساحب والمستفيد طب تاني حاجة لو المدين انا جيت عالساحب هددته ان يمضي للكمبيالة وبعد كده نزلت ظهرتها لحد تاني المفروض الساحب يعمل ايه انا هددتك تمضي كمبيالة فانت المفروض بتجري تعمل محضر تشتكيني طب انت تنشته ما عملتش ايه حاجة اهملت ما عملتش محضر وعملتش ايه حاجة معنى كده ايه ان انت تضب الكمبيالة لو انا ظهرتها لحد تاني ما يعرفش العلاقة دي حسن النية هنا برضو تظهير بيطهر الدفع دوت وتقدر تصرف الكمبيالة وملهوش دعوة مظاهر اليه بالعلاقة اللي حصلت طيب الساحب او المسحوب عليه القابل لو هو دلوقتي انا كراجل ساحب او راجل مسحوب عليه قبلت الكمبيالة وبعد كده جيه واحد مش هو مش هو الشخص اللي انا مضيت له يصرف الكمبيالة فهم تصرفها طب الكمبيالة تسرقت مني فواحد تاني راح صرفها منك انا مليش دعوة انا بروح اصرفها تاني منك ليه لان انا ظهرتها لحد تاني الحد ده ما يعرفش او حسن النية فبالتالي بيصرف الكمبيالة ومالوش دعوة بالشخص اللي صرف قبليه اللي هو ممكن يكون المستفيد نفسه اللي ظهر للكمبيالة طيب طب العلاقة الاصلية اللي ما بين الساحب والمستفيد انتهت يعني كان فيه ما بيني وما بين المستفيد انا كساحب بيني والمستفيد كان فيه علاقة علاقة شغل كتبت للمستفيد الكمبيالة عن طريقها طب والمستفيد ام ظهرها لحد تاني وبعد كده اختلف الساحب والمستفيد مع بعض وشالوا الشغل اللي ما بينهم اولاغوا الشغل اللي ما بينهم طب المظاهر اليه ليه دعوة بالكلام ده ليه دعوة بانهاء العلاقة الاصلية مالوش دعوة بالعلاقة الاصلية وبيصرف برضو الكمبيالة من المسحوب علي طيب احنا خدنا اول تظهير اللي هو التظهير التام وقلنا ان المستفيد بينقل الفلوس اللي في الكمبيالة للمظاهر اليه تاني نوع بقى هناخده التظهير التوكيلي التظهير التوكيلي المستفيد ما بينقلش الفلوس للمظاهر إليه طب بيعمل إيه يا مستر بقى لا ده بينقل الكنبيالة للمظاهر إليه عشان يحصلها بداله يعني أنا مش قادر أروح حصري في الفلوس نفترض أنا مريض نفترض أنا مشغول فبظهر الكنبيالة لحد يروح يحصلها مكاني حد وكيل عندي يعني معنى كده أن الفلوس دي لسه بتاعتي مش بتاعة المظاهر إليه يبقى تعالوا نقول تعريف التظهير التوكيلي كده التظهير الذي يتم بمقتضاء نقل حيازة الكنبيالة إلى المظاهر إليه بقصد إيه تحصلها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حق المظاهر طيب ناخد الشكل ده برضو نفس الشكل بس غيرنا هنا إيه إن المستفيد بقى موكل والمظاهر إليه بقى وكيل عن المستفيد طيب إيه هي أصار التظهير التوكيلي بقى إيه اللي هي ترتب على التظهير التوكيلي أول حاجة في العلاقة بين العميل والبنك في العلاقة بين العميل اللي هو المستفيد والمظاهر إليه اللي هو البنك البنك المظاهر إليه بياخد الكنبيالة ويروح يقدمها للمسحوب عليه الكبول كمان لو المسحوب عليه مرضاش يقبلها لازم يعمل بروتستو عدم الكبول وفي معادل استحقاب بيلتزم البنك اللي هو الوكيل إنه هو يروح يصرف الكنبيالة ويثبت لو المسحوب عليه مرضاش يصرف الكنبيالة يعني يعمل كل الإجراءات اللي المفروض المستفيد كان بيعملها عشان يحافظ للمستفيد اللي هو المظاهر على حقه حتى كمان في قاعدة تطهير الدفوع ليه الحق إنه يتمسك بالقدر اللي بيتمسك بالمظاهر في قاعدة تطهير الدفوع يبقى قولنا على البنك المظاهر إليه التوجه المسحوب عليه في معادل استحقاب للمطالبة بكيمة الكنبيالة ولو امتنع يعمل إيه ياخد الإجراءات القانونية للحفاظ على حق مين المؤكد ولو مرضاش يدفع بيعمل بروتستو عدم إيه عدم الدفع طيب العميل اللي هو المظاهر أنا أديدك الكنبيالة عشان تحصلها بدالي طيب أنا يا عم مش عايزك أنت دايقتيني أنت ملتزمتش أنا عايز ألغي علاقة دي باشت بالتظهير كمان لو الموكل دو تمات أو تشهر إفلاسه الوكالة بتنتهي طيب أصار التظهير التوكيلي في مواجهة الغير يعني علاقة المظاهر إليه بالغير أو علاقة الحامل بالغير حامل الكنبيالة ماشي اللي هو العميل بيفضل زي ما هو الحامل الشرعي الكنبيالة طيب لو ظهرها تظهير توكيلي برضو بيفضل هو الحامل الشرعي الكنبيالة والشخص اللي بيحصل مكانه هو مجرد وكيل عنه بس يبقى لو الشخص ده فلس لو المستفيد أو اللي هو المظاهر فلس الكنبيالة دي بتخش في حسابه ولا لأ؟ قالك بتخش في حسابه ليه؟ لأن المظاهر إليه هنا الكنبيالة مش بتاعته هو مجرد وكيل يحصلها بس طيب قالك اللي إحنا رسا ينينه من شوية إن البنك اللي هو المظاهر إليه؟ الوكيل بيتمسك بقعد التظهير الدفوع بس بالحدود اللي كان من حق المظاهر إنه يتمسك بيها طيب البنك أو المظاهر إليه؟ الوكيل بيحتفظ بالكنبيالة لحد معادل استحقاب عشان يقدمها المسحوب عليه ويطالب بيه؟ بتمنها طيب ده تاني تظهير طيب التظهير بقى على سبيل الرهم إحنا خدنا التظهير التامي النقل الملكية خدنا التظهير التوكيلي هناخد بقى التظهير على سبيل الرهم أنا راجل معايا كمبيالة بس عايز فلوس والكمبيالة دي لسه مجاش معادها طيب هعمل إيه؟ بروح لحد للبنك وقول له أنا معايا كمبيالة لسه هتصرف في شهر يناير الجاي ممكن تاخدها ترهينها عندك وتديني فلوس معاقة فهنا معنى التظهير على سبيل الرهم إننا بقدم الكمبيالة للدائن المرتهن أقول له إيه؟ قضمان لدين على المدين الراهن ويتم كتابة عبارة القيمة للضمان أو للراهن على صق الكمبيالة طيب نفس الشكل بس طبعا اختلف هنا إن المظاهر بقى مدين راهن يعني مديون للمظاهر إليه وراهن للكمبيالة اللي معاه طب المظاهر إليه اسمه إيه؟ اسمه دائن يعني هو مدين المظاهر مرتهن يعني مرهون عنده الكمبيالة عشان نعرف بس عشان في ناس كتير بتطلق بط بن مدين راهن ودائن مرتهن أنا مديون للبنك يعني مدين رهن تلكمبيالة يعني راهن البنك يسلفني الفلوس اسمه دائن خادت كمبيالة عنده اسمه مرتهن طيب أصار التظهير على سبيل الرهن أول حاجة هناخد في علاقة العميل بالبنك البنك دلوقتي مش خادت كمبيالة معاه يعني خادها في حياسته يبقى بتخضع لأحكام الراهن الحيازي طيب البنك هنا ملتزم بيه البنك ليه عندي فلوس بس أنا راهن عنده كمبيالة البنك بيلتزم بالحفاظ على كمبيالة ولو جه معاد الكنبيالة صرفها قبل معاد الدين بتاعي ملزم أنه يصرفها وملزم أنه ياخد كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حد بما فيهم بروتستو عدم الدفع بما فيهم التمسك بقاعدة تطهير الدفوع بنفس القدر اللي كان بيتمسك بيه المظاهر اللي هو المدين الراهن قلنا يلتزم البنك ماشي التقدم بالكمبيالة المسحوب عليه لإستفاق قيمتها ماشي فإذا متنع يعمل إيه يعمل بروتستو عدم الدفع ويمشي في نفس الإجراءات المفروض كان يمشي في أمين المظاهر طيب استفاق الدين المضمون بالراهن بالراهن عايزين نركز مع بعض هنا عشان فيه حالات للدين أنا دلوقتي استلفت من البنك فلوس ورهنت عنده كمبيالة طب أنا استلفت من البنك فلوس وقلت له هستدهالك في شهر ثلاثة والكمبيالة بتاعتي هتتصرف في شهر واحد طب الكمبيالة بتاعتي عند البنك وجي معادها قبل ما عاد فلوس البنك البنك بيعمل إيه بيروح يصرفها من المسحوب عليه وقدمه حاجتين إنه يدي المستفيد أو المظاهر المدينة الراهن الفلوس وياخد الجزء بتاعه اللي يخصه يأم يفضل محتفظ بالفلوس كلها لغاية شهر ثلاثة مع عاد الدين بتاعه ويدفع للمظاهر اللي هو المدينة الراهن فايدة عن الفترة ما بين معاد استحقاق الكنبيالة وما بين الدين بتاع الراهن طب دي الحالة الأولى اللي هي إذا حل معاد استحقاق الكنبيالة قبل معاد استحقاق دين الدائن المرتهن طب لو المعادين جمع بعض ما فيش مشكلة أنا بأصرف يا إما أصرف الكنبيالة ودي المظاهر اللي هو المدينة الراهن بقيت الفلوس نفترض انا كنت مسلفك 5000 جنيه وكنبيالة 10.000 جنيه بصلي في الكنبيالة اخذ الخمسة بتوعي ورجع للمدينة الراهن الخمسة بتوعي طيب لو معاد الدين كان قبل معاد الاستحقاق يعني انا معاد الدين بتاع البنك قبل معاد استحقاق الكنبيالة المظاهر اللي هو المدينة الراهن يا اما يروح يدي للبنك فلوسه وياخد الكنبيالة بتاعته ويصرفها في معادها يا اما البنك يفضل المحتفز بالكنبيالة لغايد معاد استحقاقها وياخد فايدة على الفترة ما بين الدين بتاعه وما بين استحقاق الكنبيالة طيب البنك مش قادر يستنى مش قادر يستنى معاد استحقاق الكنبيالة يعمل ايه ممكن يقوم يكون يظهرها لحد تاني تظهير توكيلي برضو ماشي انه هو يروح يصرفها او يظهرها تاني على سبيل الرهن طيب اصار التظهير على سبيل الرهن في علاقة المظاهر اليه الدين المرتهن بالغير هنا الدين المرتهن بقى هو صاحب الكنبيالة لحد معاد الدين بتاعه فعشان كده بيعتبر التظهير ناقلا للملكية وان المظاهر اليه هو الدين المرتهن يقدر يروح للمسحوب عليه يصرف الكنبيالة لان الكنبيالة هنا كأنها بتاعته لغاية معاد الدين بتاع المدين الرهن طيب طب بالنسبة للمظاهر اليه قدام الغير بيعتبر هو الحامل الشرعي للكنبيالة ويقدر برضو يتمسك بقعد التطهير الدفوع بنفس القدر الي كان بيتمسك به المستفيد او المظاهر الي هو المدين الرهن طيب تعالوا مع بعض كده نشوف اخر طريقة من طرق التداول الي هي التداول عن طريق التسليم او المنولة ولازم ناخد بالنا هنا كويس جدا اننا دلوقتي الكنبيالة مكتوب فيها اسم الساحب اسم المسحوب عليه مش مكتوب فيها اسم المستفيد فالكنبيالة هنا لحاملها فانا ممكن بدل مظاهر واعمل الكلام ده كله اروح اعمل ايه اديها الحد تاني باديه يبقى انا كده نألتهاله هو هيروح يصرفها مدام ما فيش اسم ايه المستفيد طيب طب النوع ده النوع ده بيسبب مخاطر كتيرة جدا لاننا دلوقتي الكنبيالة مش باسم حد فممكن تتسرق مني وواحد يروح يصرفها فعشان كده المشرع عمل ايه استبعد الكنبيالة ديت من تعداد الاوراق التجارية ما بقاش فيه حاجة اسمها طرق المنولة او التسليم من يد ليد طيب عندي بعد كده احكام الوفاء بالكنبيالة عندي الوفاء العادي بالكنبيالة وعندي الوفاء لو الكنبيالة ضاعت طيب الوفاء العادي بالكنبيالة اول حاجة هنتكلم عن معادة الاستحقاق وقولناها من شوية انا بصرف الكنبيالة امت عندي اربع موعيد يا ايه ما الكنبيالة تتصرف بمجرد الاطلاع يعني بمجرد بروح للمسحوب عليها المسحوب عليها اصرفها فهنا قدامي سنة بالكتير ان انا روح اصرف ايه الكنبيالة القانون حددها بسنة طيب التاني حاجة ان الكنبيالة المستحقة بعد مدة معينة من الاطلاع يعني بقولك اصرف الكنبيالة بعد شهر من ساعة ما المسحوب عليه يشوفها فانت بتروح للمسحوب عليه يوقع لك على الكنبيالة وتبتدي تحسب ايه؟ الشهر تالت حاجة المستحقة بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها عشان كده قلنا في البيانات الالزامية لازم يكتب تاريخ الانشاء عشان لو الساحب كتب لي الكنبيالة تتصرف بعد شهر من دلوقتي من تاريخ الانشاء فانا بشوف تاريخ الانشاء مثلا 1 يناير يبقى انا هصرفها 1 فبراير اخر الكنبيالات الكنبيالة المستحقة في تاريخ معين ودي ما فيهاش مشكلة ان انا اقول لك اصرف الكنبيالة يوم مثلا 10 يناير يوم 10 فبراير حددتلك المعاد فبالتالي انت بتوح تصرفها في المعاد اللي انا حددته لك طيب مين اطراف الوفاء؟ اطراف الكنبيالة احنا اقول لهم ساحب مستفيد مسحوب عليه ولو كان فيه تظهيره يبقى فيه مظاهر اليه انما طرف الوفاء مين اللي بيصرف ومين اللي بتصرفله اللي بيصرف قلنا مين اللي عنده الفلوس مين المسحوب عليه طيب اللي بيروح يصرف الفلوس مين المستفيد يبقى اطراف الوفاء اتنين المسحوب عليه والمستفيد المسحوب عليه عنده الفلوس والمستفيد اللي ليه فلوس بيروح يصرفها منين من المسحوب عليه طيب هل يجوز ان حد غير المستفيد يروح يصرفها او هل يجوز ان المستفيد يروح يصرفها من حد غير المسحوب عليه يجوز في حالة لو فيه نايب عن الاثنين طيب انا دلوقتي لو انا اقول مكان الوفاء يتقدم حامل الكنبيالة بالصق الى المسحوب عليه في مكان الاستحقاق المبين في موطن المسحوب عليه ليه عشان يصرف الكنبيالة طيب دلوقتي احنا وصلنا دلوقتي للمكان الوفاء وباذن الله الحلقة الجاية هنكمل مع بعض هنكمل مع بعض محل الوفاء بس اهم حاجة انا عايزكم تركزوا في اللي فات عايزكم تركزوا في الورقة التجارية في تعارفها في الكنبيالة في تعارفها في احكامها كويس جدا لان المرة الجاية الاحكام اللي فاتت دي كلها هتكون موجودة عندي في السند الاذن حاجة كتير منها هتكون موجودة عندي في الشيك أحكام كتيرة منها فعشان كده أنا عايزك تركز كويس جدا في الكنبيالة الكنبيالة هي مبني عليها الترمي الأول كله لو في امتها كويس هتقدر تحل السند الإذني بسهولة جدا هتقدر تحل الشيك بسهولة جدا فإحنا النهاردة خدنا الكنبيالة وخدنا تعرفها خدنا الشروط الموضوعية لها خدنا الشروط الشكلية لها والشروط الموضوعية والشكلية هنلاقيها في الشيك والسند الإذني مؤربة جدا من بعض تاني حاجة خدنا التظهير تام توكيلي على سبيل الرهن هنلاقي الكلام ده في الشيك هنلاقي الكلام ده برضو في كل الأوراق التجارية اللي جاية بإذن الله طيب مقابل الوفاء أو محل الوفاء كل ده برضو هنلاقيه في الشيك أو هنلاقي الكلام ده كله موجود في الشيك والسند الإذني فأرجو ان انت تركز كويس في اللي احنا قلناه ما تحاولش تشتت تفكيرك بحاجة تاني غير اللي احنا قلناها حاول تركز على كل نقطة احنا قلناها مع بعض ورق أو ألم اكتب كل ده حاول تناقش المدرس اللي موجود عندك في الكلام ده كله احنا هنا بنساعدك بنقولك الدروس بطريقة مفصلة وفي نفس التوقيت لا غنى عن الكتاب المدرسي لا غنى عن مدرسك لا غنى عن ورقة وألم اي مذاكرة بدون ورقة وألم ما بتمفعش فهندون كل اللي احنا قلناه هنبتدي نحاول على قد ما نقدر نبسط المعلومة ما تحاولش تصعب على نفسك وتصعب المعلومة بانك تاخدها حفظ وبإذن الله الحلقة الجاية نكمل مع بعض بقية الكنبيالة وأراكم على خير وإلى اللقاء في الحلقة القديمة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة